موسيقى 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 كيفكم صباح الخير كارلا جبرايل واسيلهلل من الـ ITN وسوف نتحدث اليوم عن العلاق بسيطة Viva for life هو البرنامج أول سؤال سوف نتحدث عنه من ITN حياة وحوادث أول سؤال لنجح نذكر أنه واحد ليش بيعمل أسيرانس لحياته؟ هو الأسيرانس بالمجمل مثل مع ودتنا ITN هو بيعطي البرامج ليحس الشخص بالأمان أنه هو سيكيور أنه في حدا حده كيف لما بيعمل بوليسي للاستشفى لبس يفوت على المستشفى يكون عنده حدا عم بيغطيه وحدا عم يسنده ويساعده كيف لحال إذا عم نحكي عن تأمين لحياته تأمين لحياة هو أهم شيء يعني بالتأمينات لأنه بيحدد وبساعد يأمن لمستقبل أولاده بعد ليصير عنده أي حالة وفاة أو وعطل دايم بس لنحكي عن البروغرام فيفا فور لايف حياة حوادث منكون عم نخبر عن ميزات عدة بهذا التأمين لأنه من ميزاته إنه هو بيتأسط بينعمل على خمس سنين هيدا الخمس سنين شو ما يصير ضمنه من زودات من غلاء أسعار شو ما صار فيه على الأسعار بدل عم يدفع نفس الإيمة نفس إيمة الاشتراك يعني الاشتراك على أول خمس سنين على طول كل ما نجدد خمس سنين عنده هيدا الخمس سنين بيدفع فيهن نفس البرمين بغض النظر شو صار بالأسعار وعنده ميزة كمان إنه بيتأسط شهري كل شهر بيندفع بشهره نحن هون عم ناخد ريسك كتير كبير لأن إذا في حال حصله أي شي للمؤمن نحن رح نكون عم نتحمل وعم ندفع هذا التعويض سو هو عم يدفع شهري ومتمن باله وكمان عنده ميزة دبل التعويض دبل اندامنتي تعويض مزدوج لأنه ممكن يصير عنده من جراء حادث عطل دايم بس يصير عنده عطل دايم بطل عنده كاباسيتاء أنه يشتغل سو نحن منتفعله التعويض كامل هو وعيش لأنه بطل قادر يشتغل وبعد عمرا طويلا بس يتوافع وفارق الحياة نحن منرجع منتفعله نفس التعويض كامل سو هو عم ياخد دبل اندامنتي تعويض مزدوج أسيل جميل عنه بيقوله أنه الأفضل واحد يتسجل وياخد تأمين للحياة بعمر بكير شو بتنصحي هون شو العمر يلي مفروض واحد يفكر فيه وهل في سقف لو واحد ينضم لبوليس التأمين للحياة هذا البروغرام يلي عم نحكي عنه هو رينج الأعمار فيه من 18 ل 65 سنة هلا أكيد بتعرف بعد 65 بالنهاية هذا صحة إنسانه هذا الجسم أكيد بعد 65 بيتغير صحته بتبطل مثل حدا عمره 18 سنة من هون بيزيد الرسم فأكيد كل ما كان أصغره وأخذ هذا البروغرام أحسن كمان لقله هل هو البروغرام مثل ما قالت كارلا خمس سنين بياخده المؤمن على خمس سنين بعد 65 سنة إذا هو كان أخذ البروغرام على 62 لنقول بيقدر ياخده لحد 65 على 65 سنة هو بيوقف البروغرام يعني ما بيجع يجع يكمل بس بعد 65 نحنا ساعتها مناخد كا باركا مناخد الفايل طبع كل مشترك مندرس الفايل كا باركا وبينعمل المناسب هل في لكن ما في سقف غير يعني فيه للخمسة وستين لأنه يعني إجملا بيصير كتير متأخر لوحد يفوت ببوليس تأمين للحيات بس في مثلا حسب العمل أو الدراسة أو الديبلومات يعني فيه غير إشياء واحد مفروض يكون مأمنة ليينتسب شو المينيموم ريكوائرمنت؟ هو ما فيه ريكوائرمنت هو مجرد ما يعبد طلب نحنا منسأله عدد أسئلة نسأله عن مهنته اللي هي شي كتير أساسي ضمن هيدا البروغرام لأن انت بتعرف يلي قاعد ورا مكتب مش يلي بيشتغل بورشة على اللي بيشتغل بورشة على ريسك أكبر ممكن يقلب على شي ممكن هو يقلب عطول ريسكي أكتر هلأ بالنسبة للتكلفة ما بتفرؤ غير شي بسيط بس نحنا لازم نكون على علم وعلى اطلاع هيدا الشخص شو بيشتغل عارفين نحنا شو عم نواجه شخص بيشتغل كل نهار مع ربش على سؤالة مش مثل يلي قاعد عم يعمل تايبينج أو عم يعمل داتا أنتري سو من هالناحية نحنا منسأله شو بيشتغل لنقدر نعبل فايل لنقدر نعرف شو الخطر اللي بيواجهه بنهارات نعطيه بروغرام بيناسبه وبيغطي وما يصير في أي لغة عند حصول أي مشكلة نقدر نكون واتحين معه هو واضح معنا بس بيتغير يعني شو مندفع البريميوم هي بتتغير بطريقة كتير بسيطة مع هيدا وكله يعني نحنا صح عم نعطيه بروغرامي ناسبه أكتر لحسب شو بيشتغل بس أنه النفقة مشي يعني عشرة دولار زايد عشرة دولار ناقص ما بتفرق أبدا الباكيج تبع حيات حوادث هو باكيج واحد يعني في واحد ينقق إذا مثلا بده حوادث أو حالة وفق يعني فينا النقق اللي بدنا إيه أو هو باكيج خالص بناخده مثل ما هو هو هيدا البروغرام مقسم لثلاثة أسام أول شي بيقدر ياخد وفاة فقط الوفاة هو بيطلع له تعويض في حال حصل أي وفاة طبيعية جراء يمكن صار عنده سكتة صار عنده مرض يعني وفاة طبيعية منا وفاة ناتج عن حادث أو بيقدر ياخدوا وفاة وحوادث شخصية الحوادث الشخصية هي أي شي بيتعرض له حادث بيودي لأنه هو يخسر حياته بعيد الشهر أكيد أو بيقدر ياخدوا الوفاة والحوادث الشخصية والعطل الدايم لأنه إذا حدا تعرض العطل الدايم مثل كأنه هو نفس الشي يعني خسر عمله ما بقى عنده القدرة أنه يصير عنده مدخول منشان هيك هيدا كمان بيقدر ياخدوا مع عطل دايم كرميل يقدر يصير عنده تعويض في حال خسر عمله شو هو طلب الاستشفاء وهل في ضرورة أنه ينطلب هالشي؟ طبعا طلب الاستشفاء هي الابليكيشن يلي بعبيه وناخد فيها كل الديتيلز عن وضعه الصحي عن مكان عمله ومكان سكنه في محلات كتير بيكون مكان السكن في بوليسون يمكن مكان شغله في خطر حسب وين ساكن نحن مناخد كل الديتيلز نفصله وخصوصا عن وضعه الصحي بده يصير حلنا بكل شي عنده تنقدر نحن نساعده تنقدر نكون على اطلاع مثل ما سابق وذكرت لأنه طالما نحن على اطلاع نقدر نساعد بعض من هيك مناخد الابليكيشن عن وضعه الصحي مكان عمله اكيد قدي عمره والادراس طبع له كل هذول التفاصيل هني كتير مهمين وبس يجي لعننا اكيد نحن منفسر له شو الفرق بين يلي حكيته ناسيل إذا ياخد لايف ستند ألون لحاله إذا حيات لحاله حيات مع حوادث ولا إذا بده ياخد مع عطل دايم هلا نحن مننسح ياخدهم كله لأن ما حدا بيعرف شو بيصر له أو كيف بالطريقة اللي بده يتوفى فيها بعد شرع نقلب الكل بس أنه أكيد كلهم بيساعدوا لأنه إذا لايف لحاله موت طابعية مع حوادث جراء حاديث عطل مع عطل دايم يعني أحسن ياخدهم 3 طون ليكون محصن من كل الجهات مبلغ 150 دولار يلي حكينا فيه هل هو هيدا 150 ألف دولار طبعا هو شو من سميه هيدا هو التعويد هذا التعويد بالمبدأ إذا بلشنا بكير وإذا فكرنا بهالأمور وزرناكم هيدا هو التعويد يلي مفروض نفكر فيه مزبوط فيه أكتر فيه أقل حسب العمر هون العمر بيحدد التعويد مش العكس مش أنت بتجيب تقول أنا بدي هالقد أنت قدي عمرك بتاخد التعويد على هيدا الأساس على أساس السنين يلي رح نكون من تسبيه بالبروغرام العمر هو يلي بحدد أدي كوفيرج تغطية كل مكان أصغر كل مكان التعويد أكبر لكن أخدنا هيك المعلومات عن فيفا فور لايف أو حياة حوادث إذا بدنا هيك كلمة أخيرة لنقول نوافع أنه يكون واحد عنده بوليس التأمين لحياته طبعا يأمن حاله يأمن أولاده وعيده سيارته وكل شيء لا ما حدا بيعرف شو ممكن يصير بس الأفضل يكون يعني هول الأشياء اللي بتصور واحد عطول بيندملة بعدين بعد الحادث لا سمح الله بتعرف جمالا كل عائلة بيكون عندها حدا هي متكلة علاك رمال تأمن حاجاتها وتأمن مدخولها من هون بتجي أهمية التأمين على الحياة يعني واحد مثل إذا بياخد بوليس التأمين حياة عم يخطط لمستقبل كمان يعني هيك هو كمان بيتطمن أنه بعدين بعد عمر طويل إذا هو يتعرض لأي حادث الأشخاص يلي هنه ما اعتمدين عليه يعني اللي هو بيحددوا المستفيدين من هيدا البوليسة بيطمن باله إنه يمكن كرمال يكمل على المولاده لا يكون فيه مدخول لعائلته بيأمن لهم شيء لبعدا شكرا كارلا جبراي يلوى أسيل هيلال شكرا لها المعلومات عن تأمين للحياة نحن رح ناخد بريك سريع بعد البريك متل ما خبرتكن قبل بشواء رح يكون في عنا زيارة مميزة جدا لذخائر الـ ADC فأخليكن معنا حوادث الشخصية من ITN بغض الحوادث خلال العمل أو السفر أو إجازات الراحة والاستجمام في لبنان وحول العالم تعويض 150 ألف دولار أمريكي ابتداء من 10 دولار شهريا جهاز إداري 24 على 24 مع برنامج الحوادث الشخصية من ITN عيش الصحة والأمان 70-546-444 و03-546-444